موسيقى غارة اسرائيلية تستهدف جماعة جيش الاسلام وتخلف ضحيتين في غزة موسيقى ستوك هوم تصدر مذكرة توقيف بحق مؤسس موقع ويكيليكس بتهمة الاغتصاب موسيقى نشرة الأخبار من أكاديمية فوكس للإعلام أهلا بكم ارتفى عدد ضحايا الغارة الاسرائيلية التي استهدفت قطع غزة يوم أمس إلى شخصين بينما وصل عدد الجرحى إلى ثلاثة وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن الشقيقين محمد وإسلام يسين لقياحة فيهما عندما استهدف صاروخ إسرائيلية السيارة التي كان يستقلانها وسط القطع من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي نبأ شن الغارة مشيرا إلى أنه استهدف مسؤولا في جماعة جيش الإسلام كان يخطط لخطف إسرائيليين في سيناء اجتمع الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس الوزراء البحريني مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون استعرض الجانبان عددا من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك منها التأكيد على ضرورة المحافظة على أمن واستقرار منطقة الخليج وإنجاح جهود السلام وصولا إلى الحل العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد الاقتصادي أعرب نائب رئيس الوزراء عن ارتياحه لنتائج اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2006 والتي زادت من حجم التجارة بينهما بنسبة 25% برأت محكمة مدنية أمريكية صاحة التنزاني أحمد خلفان غيلاني أول معتقل في سجن جوانتانامو يمثل أمام محكمة مدنية في الولايات المتحدة برأته من 285 تهمة من تهم الإرهاب الموجهة إليه حول الدور الذي لعبه في تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام عام 1998 ودانت المحكمة غيلاني البالغة من العمر 36 عاما بجريمة واحدة فقط هي جريمة التخطيط لتدمير أو إلحاق الضرر بالممتلكات الأمريكية باستخدام متفجرات بينما برأته من التهم الأخرى التي تشمل القتلى والتخطيط لارتكاب جرائم قتلا ويواجه غيلاني الآن حكما بالسجن لعشرين عاما على الأقل طالبت ممثلة ادعاء سويدية باحتجاز جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس على الانترنت على خلفية مزاعمة تتعلق بالاختصاب وكان مكتب ممثلة الادعاء قد بدأ في سبتمبر أيلول الماضي بدأ التحقيق في مزاعم الاختصاب ضد أسانج من جهته وصف أسانج هذه المزاعمة بأنها لا أساس لها من الصحة وانتقد ما وصفه باستيرك القانوني في السويد علما أنه كان يسعى للاستفادة من قوانين حماية الصحفيين الصارمة التي تطبقها نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير الشرطة الإيطالية تلقي القبض على أنطونيو لوفيني بعد 14 عاما من فراره أهلا بكم من جديد تمكنت الشرطة الإيطالية من إلقاء القبض على زعيم كبير للمافيا بعد أن ظل هاربا لمدة 14 عاما أعتقلت الشرطة المتهم أنطونيو لوفيني الذي يعد من زعماء عصبات كامورا المشابهة للمافيا السقلية في نابولي لوفيني الذي يرد اسمه في قائمة تضم 30 من زعماء العصبات المطلوبين في إيطاليا يعتبر زعيم عائلتي كاسالسي وكان مطلوبا منذ عام 1996 عندما أصدرت الشرطة مذكرة دولية باعتقاله سجلت أول إصابة بمرض إنفلوانزا الطيور في إقليم هونغ كونغ الصيني منذ عام 2003 وذلك بعد تشخيص المرض عند سيدة من الإقليم تبلغ من العمر 59 عاما وأفاد مسؤولون صحيون بأن حالة السيدة تدهورت بعد وقت قليل من عودتها من زيارة للريف الصيني وأعلنت السلطات الصحية في هونغ كونغ عن رفع درجة التأهب إلى الدرجة الخطيرة مما يعني أن هناك احتمالا بتفشي المرض في الختام تذكير بأهم العنوين غارة إسرائيلية تستهدف جماعة جيش الإسلام وتخلف ضحيتين في غزة ستوك هون تصدر مذكرة توقيف بحق مؤسس موقع ويكيليكس بتهمة الاغتصاب بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا فوكس أكاديمي دوت تي في شكرا للمتابعة وإلى اللقاء